روان البنوتة اللي في مدرسة عمر مكرم مدرسة حكومة مدرسة عمر مكرم في اسكندرية دي يا جماعة مدرسة حكومة تمام؟ تتخانق مع بنت زملتها احنا ما بنخش المدرسة او ما بنخش الجامعة بنخش زمائل كلنا سواسية زي بعض زملت تخانقت مع زملتها تقوم بعد كده تيجي مامة زملتها قدام طبور المدرسة كله تقوم تتعدى على البنت وتقول لها انت بنت بواب ودي بنت مهندس بترول وبهدلتها وكمان سعدتها مدرسة المدرسة التربوية اللي بتعرف في الادب وبتعرف في التربية وبتعرف في التعليم تقوم مسانداها وهي بتبهدل البنت الطفلة تقوم البنت تروح البيت تنهار كرامتها تهانت شعورها ثقاتها في نفسها تقوم البنت تنام منهارة تصحى تاني يوم تعبانة جدا ويحصل تقريبا في حالة من حالات ما عنا عرفش حصل لا ايه يكلم والدها دلوقتي وتدخل المستشفى وانتهى اللي افترة والاستقوى بصي الست اللي تعمل كده اللي تستقوى على طفلة صغيرة اعرفوا وتأكدوا ان الناس كتير قوي دايسة على وشها وانه مش عارفة تعمل ايه فتيجيك استقوى على عائلة صغيرة لكن لما حد يبقى واثق في نفسه متازن نفسيا ما يعملش كده في حد لا في صغير ولا في كبير واما انتي بنتك باباها مهندس بترول معلش يا جماعة ونبي خليكم معاي اه اه البنت ايه اه روان بصوا حصل لها ايه عشان خاطر التانية الكم الافترة والحقد والغل اللي موجود اللي يخليها تمسك طفلة قدام طبور المدرسة كله تبهدلها وتهين كرامتها وتقولها اصل انتي بنت بواب وهي بنت مهندس بترول فما ينفعش ان انتي تتخانقي معاها طيب يا بنت مهندس البترول مدخلة بنتك مدرسة حكومة ليه ليه مدخلة بنتك مدرسة حكومة دخليها مدرسة خاصة اتفاعي ما انتي مهندس بترول اتفاعي حبيبتي اتفاعي فلوس لكن ادام انتي عايزة مدرسة مصارفها قليلة على قدك وعايزة تدخليها مدرسة حكومة تحترمي زميلها اللي موجودين في المدرسة لان ايدي وانت انها دخل اول ما دخلت المدرسة دي رأسها بقت ربي رز مليتها بالضبط انتي بقى شايفة نفسك هاي كلاس وفضيعة وامرات مهندس بترول روحي يا حبيبي تقلبي روحي بمدرسة خاصة واتفاعي يا حبيبي تقلبي فلوس كتير ادام ارتضيتي ان انتي تدخلي مدرسة حكومة عشان تدفاعي مصاريف قليلة ما عرفش ظروفك ايه يمكن انتي مش معاكي تدفاعي مدرسة خاصة ادام ارتضيتي بدا يبقى تحترمي زميل بنتك زميلتها زيئة زيئة بالضبط انا معايا والد روان دلوقتي على التليفون ليه راح فين طيب هو موجود في النيابة دلوقتي طيب نحاول نكلمه معلش مرة تانية طيب هنا بقى نتكلم على التنمر تمام التنمر ده بنقول بقى بين الاطفال وبعضهم في المدارس وبنعلم الاطفال لكنه ما يبقى من الكبار عيب على سنك وعيب على وضعك وعيب عليكي حاسة بإيه دلوقتي بتعرفي تنامي بالليل بعد اللي عملتي فيها بتعرفي تنامي البنت دي هتتعافى ازاي الموقف ده هتعديها هتعديه يمكن يقويها اللي ما بيكسرناش بيقوينا اكتر بس ليه تعملي في طفلة كده عشان ايه بنتك بتعلميها ايه بتعلني بنتك ايه اخيرا انقلي بنتك من مدرسة تيب مهندس بترول معكو فلوس كتير نيلي حبيبي تقلبي وديها مدرسة خاصة تفاي فلوس كتير لك الموديا ايه باليكي تاي